أول ما خلصت الدورة العشرية من المهرجان القومي للمسرح شاهد مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك حالة احتقان شديدة بين المسرحين وصلت لحد المشاجرات بسبب الجدل حول أزمة حجب جايز التأليف وحالة التعصف والعزل اللي شعر بيها الشباب من الكبار أسئلة كتير جداً هنترحها على دفتنا النهاردة ويهند سلامة رئيسة صفحة المسرح بجريدة روزر يوسف اليومية سبعة خير يهند زيك؟ سبعة نور زيك أبارك إيه؟ حمد لله أبارك أقول لك إحنا فيه مشاكل كتير قوي على دوره دي صحيح صح؟ طب أقوليه بس في البداية كده تقييمك للدورة العشرية لمهرجان المصرح التجريبي المصري مقاومي ده القاومي مش تجريبي خليناً الأول مقاومي أنا أسف تمام المشاكل هو المهرجان بصراحة من ساعت ما بدأ لحد لما خلص كان فيه مشاكل كتير لأن المهرجان حصلت فيه لغبطة كتير جداً السنة دي هو أولاً لايحاته تغيارت تماماً في حياة كتيرة قوي جديدة تضافت عليه في عروض المسابقة الرسمية أقلت خالص بقت 20 عرض بدل ما كانوا 36 عرض لمسابقة أسمة بقت مسابقة رسمية ومسابقة عروض مختارة ومسابقة نقاط وجمهور ده عمل مشاكل كتير بين الناس لأن فيه ناس حاسد بالإهانة أنها خرجت من المسابقة الرسمية المسابقة أقل عروض المهرجان السنة دي كانت أقل من عروض السنة اللي فاتت يعني تقريباً من عروض البيت الفاني المسرح بس كانت بتنافس نفسها لكن إحنا كنا متعودين كل سنة أنه بيبقى فيه عروض جماعات ومستقلين وهوات بتبقى عروض حلوة وكانت بتبقى قادرة أنها تنافس لعروض المحترفين بس السنة دي العروض كانت سيئة جداً يعني كانت حقيقي لترقى لمستوى التسوق ما كانش فيه مثلاً غير عرضين من جامعة عن شمس عرض سنمة 30 تأليفه إخراج محمود جمال وعرض تقص الإشارات والتحولات في المعهد العلي يكونون مسرحية يمكن دول عرضين اللي هم كانوا عروض جامعة يعني اللي كانوا يعني يدوب فيهم حاجات ممكن تنافس العروض الكبيرة وهم فعلاً خدوا جوايز جوا في المهرجان يعني في نهاية خلينا نقول برضو أن حاجب جايز التأليف في دورة دي غضب شباب المسرح غاضب جداً منهم كمان طلب لقاء مع وزير الثقافة لمنقشة الواقعة دي إيه رأيك؟ ده حقيقي هي مشواقع دي تحديداً هو عندهم مشاكل تانية تترى عرضوها بس الواقعة دي هل فجرت كل حاجة طب ليه بقى لها؟ لأن اللي حصل ده حصل سنة 2014 برضو في دورة 2014 كان الكاتب يسري الجندي عضو لجنة التحكيم حاجة بجايزة التأليف والسنة دي برضو كان الكاتب أبو العيلة السلاموني برضو حاجة بجايزة التأليف وكان طول الوقت المبرر بيتقال أنه مفيش عروض تستحق أنها تاخد أو مفيش حد يستحق ياخد لقب أحسن معالف مع أن السنة دي العرض اللي خد أحسن عرض هو عرض محمود جمالي اللي دخل بيه تأليف يعني عرض يوم أن قتلوا الغناء كان عرض إخراج تامر كرب العرض ده خد أحسن مخرج خد أحسن عرض خد أحسن إضاءة خد أحسن ديكور بس ما خدش أحسن نص اتحجبت جايزة التأليف لأنه اتقال أنه لو أنا ديت عرض الجايزة دي أنا هبقى بظلمه في المستقبل لأنه عنده مشاكل هو لو عنده مشاكل عرض مش ياخد أحسن عرض يعني بديهان أن دايما بس يمكن خد في أقسام أخرى غير لأ ما هو أي عرض بيبقى بيزد على النص لو النص السيء هو مش هيعرف المخرج مش هيعرف يعمل عرض كويس طيب أصدي هي الفكرة أنه هي في حالة نوع من الهما حسوا الشباب يعني واللي تقال طول الوقت أنه ده نوع من التعالي علينا وأن الناس الكبار مش شايفين حد غيرهم ومش عايزين يشوفوا أي حد شغير بالضبط هو حسن يعني ده كان في سرعة أجيال قوي جدا طيب خلينا كمان أنا أشك في حاجة تانية برضو جايزة العروض المختارة ويمكن دي استحدثت الدورة دي وبردو دي ناس كتير قوي داقت من الموضوع ده لأنها بتحصل لأول مرة وقالوا أنها اعتمدت على استمارات استبيان وهي المسابقة التانية في المهرجان رأيك أي برضو في الموضوع ده رأيي أن هي أولا هي فيها مشكلة هي فيها حاجة إيجابية أن هي كت فيها لجنة نقاض بيقيموا العروض والمشكلة التانية موضوع الجمهور موضوع الجمهور ده مش هيبقى نوعيار أبدا لأن للأسف العروض دي تحديدا وغالبا عروض الجامعات بيبقى دايما الجمهور صحابهم فهم كده كده الخمسين استمارة متوزعة لناس صحابهم يعني ده مش جمهور عادي هو ده جمهور بيتابع مصرح وجمهور الجامعة جاي يشجع أصحابه فالناس قالت طب أنا مشي يعني حدا هيعملي خمسين استمارة وخلاص أنا هبقى أحسن عرض فحسوا إن هيبقى فيه نوع من ما فيش سياغة للموضوع الموضوع مش متنظم قويس يعني ممكن تكون فكرة الجايزة حلوة إن انتي عملتي حاجة بتعواضي بيها الناس اللي ما دخلتش لمسابقة الرسلية تمامي نفيش مشكلة بس كان ممكن تعتمد على لجنة نقاض بس بزاو يكون ليها معايير أخرى يعني في الحكم العرب لكن الجمهور صعب قوي تحكمي وصعب قوي يبقى هو المعيار في الحكم يعني ده كان فيه ظلم الناس فيه ناس حسد بالإهانة فيه ناس انسحبت وفيه ناس اللي ما بتقول فيه جايزة جمهور طبعا بتبقى أهم وكده بس زي ما انت بتقول لي ما لهاش معايير يعني مش زال معايير لكن النقاض ليهم معايير ولجنة متشكلة بتحكم زي لجنة التحكيم بالزبط فما كانش هيبقى فيه مشكلة بس فيه ناس حسد بالإهانة وحسوا إن ده استبعاد من المسابقة الرسمية إن هم عرضهم لا ترق يعني بس هو ما كانش دي المشكلة المشكلة إن هم قللوا عروض المسابقة الرسمية تماما كانت 36 عرض بقيت 20 عرض فدعم المشكلة جبيرة السنادي هاني برضو نتكلم عنيشان النهار ده كله مشاكل المشاكل المسرح يعني هاني نتكلم رائد في مشاركة بعض العروض العربية في المهرجان واللي يمكن أكد بعض المشاركين إنها بتنفي الصفة القومية أو المحلية عن المهرجان بالزبط ما ده بقى من ضمن الحاجات اللي اللي حتغيرت السنادي عليها إنه اللي حتغيرت بتشترط إنه يبقى فيه عضو عربي في لجنة التحكيم وإنه يبقى فيه تلات عروض من دول عربية ويبقى فيه ضف شرف للمهرجان السنادي كان فيه ضف شرف الإمارات وكان فيه عرضين من العراق وكان فيه دولة والإمارات كان لها عرض برد الناس طبعا استائد جدا لسبب أولا لأن المهرجان القومي للمصرح المصري هو هويته مصرية فهي الناس قالت إحنا ده مهرجاننا فما ينفعش يبقى فيه حاجة بيمثل شكل دولي لأنه كده هيبقى شبه التجريبي أو شبه المهرجان العربي إحنا عندنا أورادي مهرجانات بتغطي ده السورة دي بنقاني عرض دي صورة من عرض لا تقريبا مش فاكرة بالزبط طيب أوكي طب كمليلي موضوع العروض العربية العروض العربية فيه آه زي ما قلتلك هما السنادي العروض العربية مفروض أنها بتيجي أورادي في تجريبي بتيجي في مهرجان المصرح العربي يداعي أن المهرجان القومي يدخل حاجة عربية خصوصاً وإحنا عندنا إنتاج كتير جداً في مصر فكنا محتاجين إن إحنا يتفتح لنا مساحة أكبر مساحة أكبر حتى في عروض المسابقة الرسمية مثلاً الناس برضو علقت على فكرة إنه ليه بتقلل عروض المسابقة الرسمية إحنا عندنا جهات إنتاج كتير جداً طب وليه فعلاً تم تقليص عدد العروض المشاركة في المهرجان؟ هو كان رئيس لجنة التحكيم من دكتور حسن عطية رئيس المهرجان دكتور حسن عطية شايف إنه لجنة التحكيم ما بتقدرش تستحمل تتفرج على ثلاث عروض في اليوم بيبقى لودة عليها جداً فقرروا يقللوا العروض قالوا خلاص خلوه عشرين عشان يفتفرجوا على عرضين أو عرض بالكتير فيه مبقاش أكتر من جد هي عشان الوقت يعني؟ عشان لا مجهود على لجنة التحكيم وقته مجهود؟ إنها تتفرج على ثلاث عروض وراء بعض في اليوم فخلها عرضين في اليوم أو عرض واحد بس فطبعاً ده عمل مشكلة كبيرة جداً لأن فيه جهات كتير جداً ممكن تكون يعني بدأت الكتب تاعتها تتقل جداً في المهرجان ففيه ناس كتير تحرمت إنها تشارك من سابق الرسمي فيه كمان ما بيحصلش في المهرجان لازم يحصل في أي مهرجان تشجيع لصناعة مسرح الطفل اللي حنا نفتقده دلوقت يعني لكن على العكس كمان تم استبعاد عرض سنو ويت من الاشتراك هو آخر إنتاج لمسرح الطفل أو كان أهم إنتاج على فكرة ده عرض مهم جداً السلازي ده من أجمل عروض مسرح الطفل يعني انتعرفة والله العزيم أنا كنت عمالة فكر من كام يوم على فكرة مسرح الطفل ده عرض حلو قلب حلو جداً يعني بنتكلم عن أطفال مصر والكلام ده كله يعني ليه مسرح الطفل وهو معمول بشكل مخلل بصي هو سنو ويت كان عنده مشكلتين هي المشكلة الأولانية أنه مسرح طفل مثل المشكلة التانية أن العرض يعني مشكلته أنه مسرح طفل يعني بعد أن هما خلصوا التقديم في المهرجان يعني كان فيه فترة معينة أسبوعين تقريباً أو شهر بيفتحوا فيها التقديم لحد يوم 17 مايو وبعدين اتقفل التقديم من اليوم ده فهما تقريباً فتحوا بعد كده فما الحقش يقدموا دي مشكلة مهمة يعني فديه التقريباً اللي منعته يشارك لكن خلينا نتكلم بفكرة أصلاً مسرح الطفل هما استنادي استحدثوا قسم اسم قسم نظرة المات في المهرجان القسم ده يعني أنه بيلقي نظرة على المسرح اللي ممكن يكون مش بيومثل في المسبقة الرسمية من ضمنها مسرح الطفل ومسرح الشارع ومسرح الغنائي أنا شايفة أن التلات حاجات دول مهمين جداً ودول مهم جداً أنهم يبقوا بيشاركوا في المسبقة الرسمية لأن أنت بتشجعي صناعة المسرح ده يعني صناعة النوع ده من المسرح صناعة مسرح الطفل بتشجعي أن الناس تصنع أورود للطفل حقيقية ومبهرة يعني أورود فعلاً بتخاطب الأطفال الأطفال دلوقتي مش الأطفال الأورود القديمة التقليدية بتاعت زمان وسنوعت على فكرة محقق ده جداً المسرح الغنائي مسرح مهم جداً ما ينفعش استبعده وعمله نظرة ما مسرح الشارع إحنا عندنا مسرح شارع كتير جداً برضو ما ينفعش استبعده هي نظرة ما قسم حاجة جديدة ومهمة تتحط في المهرجان بس كان ممكن نعملها على العروض اللي هي الحدودية الأماكن اللي ما فيهاش مسرح أصلاً ومحرومة من الممارسة المسرحية بس ممكن نعمل عليهم نظرة ما بإن إحنا نشجعهم إنهم يعملوا مسرح لكن الحاجات الأوريدي موجودة ما كانش ينفع تتحطر تحت قسم نظرة ما وهو بالمناسبة السنة دي كان على مسرح الشارع ما كانش على مسرح الطفل يعني هو لسه السنة الجاية تقريباً أو اللي بعدها هيبقى بلي علاقة بمسرح الطفل طب فيه كمان بيقال إن الدورة دي ما تمش اكتشاف أي مواهب شابة هل ده الكلام ده حقيقي ولا أهلاً؟ لا هي بصي هو كل الدورة كلها شباب حتى عروض البيت الفاني للمسرح كلهم شباب ولخدوا الجوائز كلهم شباب يعني تامر كرب خد أحسن مخرج شاب في مروع عيد خدت أحسن ممثلة من عروض طب ما الكلام ده جاي من إين؟ لا المشكلة في إن هو مطق ما أفرسش عن ناس جديدة من الهواء والمستقلين طيب ما دا هيا من قولهم ايه المشكلة بقى مش كل دورة وكلم تبقى في تفريح؟ المشكلة بنشوف عروض جديدة وحاجات مختلفة وشباب جودات بيطلعوا للمسرح إن عروض كانت سيئة ما أنا بقولك عروض للشباب والمستقلين السنة دي اللي هي العروض الهواء اللي هي مش عروض البيت الفاني للمسرح كان معظمها سيئ جداً فما خرجتش مواهب جديدة وما ورتناش حاجة مختلفة من مصرح الجامعات زي ما كنا متعودين كانت مع الرأي إن فعلاً إن الدورة دي العروض اللي تم عرضها على المصرح غير مؤهلة فنية للوصول المستوى ولا مؤهلة فنية للمساوقة رسمية أصلاً مكانش يمكنك عتخشوا مساوقة رسمية إطلاقاً دا بجد دا كلام كبير عروضات دا حقيقي لأنها كان في تفاوت شديد جداً بينها وبين عروض البيت الفاني للمسرح ودول شباب ودول شباب على فكرة بس عروض بس دول محترفين أكثر طب تكلي دا رجع لإيه طيب؟ دا رجع للاحتراف والخبرة يعني دول عندهم خبرة أكبر ومحترفين أكتر رجع بقى لزوق لجنة المشاهدة لجنة المشاهدة اللي فتفرجت على العروض واختارت يعني كان زوقها كده أو يمكن ما كانش عندهم عروض تستاهل يعني يمكن دا كان أحسن الوحشين ما عرفش أنا ما كنتش في اللجنة بس يعني ممكن يكون دا كان أحسن الوحشين بالنسبة لهم ما كانش فيه عروض للأسف السنادي مثلاً ما كانش فيه إنتاج كويس للمسرح دا السنادي معاني أن مسرح الجامعة يعني مفروض أنهو عنده مسرح كويس جداً بس السنادي الحقيقة كان هابط قوي في المهرجة للأسف يعني دي حاجة كانت تزع على قوي لأنهما السنة اللي فاتت واللي قبلها يمكن كمان كانوا بياخدوا الجوائز من ناس مهمة وده السنادي كان غريب يعني السنادي بقول لك ما فيشغل ساني ما تلاتين المسرحية عرضة قص الإشارات والتحولات تخرج محمد يوسف وهو خد جائزة مخرج صاعد وخدت مارتينة جائزة أحسن ممثلة صاعدة في العرض زعلتيني جداً هندي إحنا النهاردة ما كان نشغل على المشاكل بس بس أنا لازم يعني ما ندفنش راسنا في الرمل لازم نواجه مشاكلنا عشان نعرف نحلها إزاي بزبط طبعاً المارجان يعني لازم مشاكله تتحل بسراحة لأنه السنادي كان فيه مشاكل كدير جداً طبعاً أنت شاف من وجهة نظرك إزاي نقدر نحل المشاكل دي لو هنمسك عنصر عنصر هو المفروض أن المارجان مثلاً يراجدعوا لايحة القديمة بتاعته لأنها كانت أفضل كتير من لايحة الجديدة يتفتح شوية فكرة العروض بمسابقة رسمية تبقى مفتوحة أكتر لأنه حرام فيه ناس اتحرمت وكان فيه ناس ممكن تستاهل وتستحق أنها تدخل بس اتحرمت بسبب التمثيل النوعي لأنه كل جهة ليها عدد معين من العروض يعني منفعش جامعة عن الشمس تدخل مثلاً بأربع عروض هي عليها عارض تقريباً أو عارضين بس يعني عشان لازم جامعة القاهرة تخش وجامعة حلوان تخش برضو فيه كمان فكرة نظرة ما وهي الأقسام الجديدة المستحدثة في المهرجان والعروض المختارة يتعاد بس سياغتهم أو تنظمهم من جديدية أفكار حلوة بس اتعاملت السنة دي بشكل ممكن يكون مش منظم فالدنيا كانت منهم يعني تحس شكية نسيذة طرعت كده بس ضبط يعني يعني هي محتاجة لعادة صياغة تاني من أول وجديد بس يعني موضوع مصرح الطفل بقى طميني على الموضوع ده عشان موضوع ده مهتمية بقلت مصرح الطفل السنة دي الحقيقة يعني سنوعة أنا شايف أنه عمل نقلة كبيرة لأنه هم السنة دي عامين عرض مهمة جداً بطولة مروع عرض المنعم أخرج محسن رزق عرض حقيقي عرض محترم وعرض زحمة جداً وديه مفاجأة يعني أنا بلاقي ناس أطفال يعني أبقى فيه مسارح كثيرة جداً في مصر لا لا بجد والناس فيه يقبلش جيدة عليه فعلاً يعني لأن العرض مختلف وبعدين بيخاطب خيال الأطفال بشكل حلو يعني أطفال دلوقتي وعصري وأطفال دلوقتي ده مهمة قوي يعني أطفال دلوقتي فانت مش كده أطفال زمان إحنا عدير دلوقتي بصي إحنا ما عندناش إمكانيات مبهرة زي برة ورب عشان نعمل لهم حاجات واو بس عندك ناس بتعرف تعمل ديكور وأزياء وإضاءة بتعرف تعمل حاجات تخليكي برضو تاخد عينيكي لا وخلي مالك برضو فكرة أن الطفل يروح المصرح دي في حد ذاتها طبعاً حاجة جميلة أن هو يشوف حاجة مهمة جداً حاجة مهمة جداً حاجة مهمة جداً صح؟ أنا معيك بلازة أنت عرف يتكلميه بلازة أنت عرف يتكلميه بلازة أنت عرف يتشيديه لأن أطفال دلوقتي بقوا أصعب من زمان بكتير طبعاً يعني فاشتعينيه عرد على ريس وخلاص ما بقاش ده يهنموهم أو يزال أول يعني فهما لأ عندنين عدد حلو جداً بصراحة ويستهل ويعني يستهل النجاح اللي هو محقق والحقيقة يعني هو يروح يتفرجي عليه أكيد أنا بقى مثل محمة مصر هتفلك جداً أنا لا لا مش في كاروات كرتونية لحد طيب كان معي هند سلامة رئيسي صفحة المصرح بجريدة روزر يوسف الرسمي اليومية اليومية هند بشكوري جداً وإن شاء الله لازم نكون له لقاءات تانية بقى إن شاء الله ساعتها يكون لقاء إيجابي شوية نتكلم فيها لحاجات إيجابية بالمصرح ها في حاجات إيجابية كتير والله ده مهم طبعاً تضبط على كل حجة طبعاً طبعاً أتمنى إن إحنا تجينا مرة تانية معايش عبد حلو قوي إن عادتوا على الناس ونلاقي زحمة كده إن شاء الله أكيد شكراً جداً فاصلوا هنقابلكم مرة تانية أنا وأشرف خليكم معي